اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام نواصل معكم هذه التغطية المباشرة لعملات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسيكون معنا في هذه التغطية مروحة من مراسلين وأيضا من ضيوفنا على شاشة الميادين لمن انضم إلينا الآن لا نتائج حاسمة حتى اللحظة ونصيحة للجميع لكل من يتابع الانتخابات الأمريكية وهذه النتائج لا تحاول إنهاء الكتاب قبل قراءة السطور الأخيرة فما حصل حتى الآن من نتائج إلى حد ما متوقع من واشطن ينضم إلينا مدير موحد السياسات الدولية دكتور باولو فان شراك وأيضا سيكون معنا في هذه التغطية مباشرة من واشطن منذر سليمان مدير مكتبنا ومحمد كريم مراسل الميادين هو معنا من فيرجينيا البداية معكم محمد كريم أعلم أنك مرهق جدا ولكن حماسة هذه التغطية لا شك أنها بطبيعة الحال ستجعلك أكثر أعطاء في هذا اليوم محمد كريم أبدأ معك كنت معنا من فيرجينيا والآن أنت معنا من واشنطن فيرجينيا إلى حد ما فاجأت البعض بتقدم دونالد ترامب بحسب ما تقول وسائل أعلام أمريكية هناك تقدم لدونالد ترامب في هذه الولاية بالتحديد إنها ولاية ديمقراطية ما الذي حصل هناك؟ نعم ما حصل أنه تم عملية فرز الأصوات في ولاية فيرجينيا الذين صوتوا في التصويت اليوم يوم الثلاثة يوم الثالث من نوفمبر وبالتالي بدأت عملية احتساب الأصوات لهؤلاء الذين صوتوا في هذا اليوم ومن ثم تم احتساب أصوات الذين صوتوا بالتصويت المبكر بالحضور المباشر عبر الحضور المباشر أو عبر البريد العادي وبالتالي أظهرت في بادي الأمر نتائج الانتخابات في فيرجينيا تقدم لبايدن لأنه كما معروف أن المؤيدي الرئيس ترامب لأنه كما معروف أن مؤيدي الحزب الجمهوري وأيضا مؤيدي الرئيس ترامب على وجه الخصوص هم يميلون إلى التصويت في الثالث من نوفمبر في يوم الثلاثة ولن يميلوا بالتصويت عبر البريد العادي أو عبر الحضور المبكر في التصويت المبكر وبعدما شكك الرئيس ترامب بطبيعة الحال بتلك العمليات التي جرت في مختلف الولايات وبالتالي من هنا أظهرت هذه النتائج في فيرجينيا وبالمناسبة هي ليست فقط فيرجينيا حتى الآن بنسلفانيا وويسكانسون وأيضا كذلك ميشيغان إذا ما رأينا الأرقام حتى الساعة الأرقام نلاحظ فيها تقدم واضح للرئيس ترامب في تلك الولايات وبفارق يتجاوز الخمس نقاط على منافسه جو بايدن لماذا؟ لأن ما يجري الآن في تلك الولايات الحاسمة هو عملية احتساب الأصوات لمن صوت في يوم الثلاثاء ومن ثم بعد الانتهاء من عملية فرز واحتساب تلك الأصوات يتم احتساب أصوات التي أرسلت بالبريد العادي وأصوات من حضر عبر التصويت المبكر وبالتالي نتوقع أن تكون هناك عودلة ربما لحملة بايدن ولكن ما هو الثابت؟ الثابت أنه لا وجود لموجة الحمراء لا وجود لموجة زرقاء أيضا في الولايات المتحدة أي بمعنى لم يستطع أحد أن ينتزع ولايات من الآخر سواء لجهة الجمهوريين أو حتى الجيمقراطيين لكن اللافت في اللحظات الأخيرة أو حصل قبل قليل هو تقدم جو بايدن في ولاية أريزونا هذه الولاية المحسوبة للجمهوريين والتي أعطت دفعة جديدة بعد أن كان هناك حذر لحملة بايدن بعدما خسرت ولاية فلوريدا وبالتالي تضاءلت فرص بايدن بالفوز في الرئاسة أو بلاية الأبيض ولكن فوز بايدن في أريزونا أعطاه دفعة جديدة لربما وبالتالي أعاد المنافسة مجددا ما بين الحملتين وبالتالي الأنظار المتوجهة الآن صوبة ويسكانسن وأيضا بنسلفانيا وكذلك ميشيغن والتي لربما ستتأخر فيها نتائج الانتخابات حتى الجمعة المقبل بسبب الأرقاب الكبيرة والعداد الكبيرة من المصوتين في تصويت المبكر تحدثت عن أريزونا وتحدثت عن تقدم بايدن في هذه الولاية نذكر بأن في هذه الولاية 11 مقعدا أو 11 صوتا في المجمع الانتخابي ترومب كان فاز في هذه الولاية بفارق وهو مريح 48% مقابل 44% لهيلوري كلينتون أنتقل منك إلى منذر سليمان منذر هل ما يفاجئ حتى اللحظة في نتائج الانتخابات نعم هناك المفاجأة أن الانتخابات لم تنتهي طبعا ذكر زميلة محمد بالدرجة الأولى مفاجأة أريزونا أيضا علينا أن نشدد على ما ذكره فيما يتعلق في فرجينيا لا يجوز احتساب فرجينيا بصورة مطلقة أنها في خانة ترامب وبعض المحطات الأمريكية المؤيدة يعني المؤيدة لترامب ذكرت بأنها ذهبت إلى خانته يبقى أن الولايات الأخرى وأيضا في فرجينيا هي الاختبار حول موضوع التصويت المبكر الذي يتأخر يعني كان هناك محاولة من الجمهوريين بتأخير عملية احتساب التصويت المبكر مع أنه كان يفترض أنه في يوم الانتخابات أن يبدأ عمليا إحصاء التصويت المبكر والانتهاء منه ربما أو قبل حتى بدء يوم الانتخاب الكبير وبالتالي من هنا الولايات الثلاثة المتبقية أيضا قد تحمل المفاجآت ولكن علينا أيضا أن نقر بالاعتراف بأن الحزب الديمقراطي وإن كان لم يكن يقول ذلك علنا كان يعتقد بأنه سيفوز بشكل أفضل أو حاسم وبشكل يمكن مبكر كنا نقول صبرا صبرا خاصة في هذه الانتخابات ونعتقد أن الصبر مفترض أن يكون قائم حتى الغد ربما ليكون هناك بعض الملامح حول طبيعة التصويت المبكر والفرز الذي سيتم في عدة ولايات التي احتسبتها استطلاعات الرأي العام أنها محسومة لصالح الحزب الديمقراطي أنتقل الآن إلى دكتور باولو فان شيراك العين الآن على الولايات المتأرجحة والعين بالتحديد على تكساس هذه الولاية منذ أربعين عاما هي جمهورية عدد المصوتين في الكلية الانتخابية هو ثمانية وثلاثين هي ولاية حاسمة إذا صح التعبير هل هي متأرجحة في هذه الانتخابات بحسب الأرقام التي تصدر الآن من هناك؟ سيد باولو هل تسمعني؟ لا أعتقد ذلك في الوقت الحالي حيث يشري تعداد الأصوات بدأ وأن بايدن كان يملك فرصة لقلب النتيجة في تكساس لكن مع هذا الأمر صحيح لكن كما قال الضيف منذ قليل من المعقد أن نحسم الأمر نظرا لعدد كبير في أو من الأصوات حصل عبر البريد وهذا يؤثر في أتعداد نهائي في فيرجينيا ويسكونسن بنسلفينيا وميشيغن لبرهة بدأت تكساس أنها ستكون متأرجحة وقد يفوز بايدن فيها ربما ولكن تبدلت الأمور لكن الموجة الزرقاء التي تحدث عنها البعض متحدثين عن فوز كاسح لبايدن في الكثير من الولايات ذلك لم يحدث نعم لا يمكن أن نحصم الأمر ومن المبكر أن نطلق أي أحكام نهائية بالنسبة إلى نتيجة هذه الانتخابات لكن الأمور يبدو أنها منتجها نحو نتيجة متقاربة لا فوز كاسح لا لبايدن ولا لترامب قد يفوز ترامب بأكثرية وإن كانت خجولة والأمر السيام بالنسبة إلى بايدن يبقى الأمر متحن أمام الطرفين وإن كانت النتيجة تبدو محسومة قبيل هذا اليوم ولكن إن تمكن بايدن أن يستعيد التقدم في ويسكنسين ميشيغن وبينسلفانيا سيكون الفوز حالي فهو لكن النتيجة تبقى متقاربة ولا بد من احتساب الكثير من الأصوات الغيابية بالحديث عن النتيجة اسمح لي أن أعرض لأستاذ المشاهدين عدد من النتائج الصادرة حتى اللحظة بحسب أسوشييتد بريس بايدن يتقدم بـ 223 نقطة مقابل 118 نقطة لدونالد ترامب بحسب فوكس نيوز هناك تقدم لجو بايدن المرشح الديمقراطي يتقدم بـ 227 نقطة مقابل 210 نقاط لدونالد ترامب ومايك بانس أما الـ CNN أيضا أظهرت تقدما لبايدن 205 نقاط مقابل 136 نقطة لدونالد ترامب محمد كريم سؤال أخير لكم قبل أن تأخذ قصة من الراحة وتنضم إلينا مجددا في وقت لاحق في هذه التغطية هل أغلقت كل صناديق الاقتراع أن هناك من يصوت حتى اللحظة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل أغلقت جميع صناديق الاقتراع كنا ننتظر الساحل الغربي ولايات الساحل الغربي التي أغلقت وهي ولايات كاليفورنيا أيداهو وأيضا ولاية واشنطن وهي بطبيعة الحال أغلقت وتم إعلان فيها النتائج بشكل واضح حيث كاليفورنيا بالكامل هي صوتت لجو بايدن وهي معروفة هذه الولاية هي تاريخيا تصوت للحزب الديمقراطي وأيضا ولاية واشنطن أيضا حقق فيها جو بايدن فوزا واضحا في هذه الولاية وبالتالي جميع هذه الولايات الآن فقط تتم عمليات عد وفرز بعض هذه الأصوات وخصوصا الأصوات التي كما ذكرنا قبل قليل الأصوات التي جرت في التصويت المبكر لأن كل ولاية تتبع قوانين معينة ومحددة في ما يتعلق بعملية احتساب الأصوات بعض الولايات بدأت عملية الاحتساب منذ بدء عملية التصويت المبكر ولكن البعض الآخر كما ولاية فرجينيا هي لم تتم فيها أي احتساب لأي أصوات في ما يتعلق بالتصويت المبكر وإنما بعد إغلاق مراكز الاختراع بدأوا بعد وفرز أصوات الثلاثاء وبعد الانتهاء منها تم بدء احتساب أصوات التصويت المبكر وكما ذكرت قبل قليل رئيسة مجلس النواب ناسي بيلوسي هناك مليوني صوت حتى الآن لم يتم عدهم إلى اللحظة في ولاية فرجينيا على أقل تقدير شكرا لك محمد كريم مراسل الميادين كنت معنا من واشنطن يتوزع المواطنون في الولايات المتحدة على خمس اثنيات أساسية فكيف يتوزع الأمريكيون داخل الولايات وإلى من تميل كل فئة منهم في الانتخابات حسين السيد أهلا بكم أمريكا هي أرض المهاجرين يتوزعون على خمس اثنيات أساسية الأمريكيون البيض ويشكلون 63% من عدد السكان 15% من الأمريكيين هم لاتينيون فيما يشكل الأمريكيون الأفارقة نحو 13% من المجتمع نسبة الأمريكيين من أصول أسيوية نحو 6% فيما يشكل السكان الأصليون نحو 1% فقط من الأمريكيين إذا ألقينا نظرة على خريطة توزع الأمريكيين الملونين نلاحظ أن النسبة الأعلى من الأمريكيين الأفارقة ترتكز في الولايات الجنوبية وتحديدا في تكساس وجورجيا وفلوريدا في كل من هذه الولايات الثلاث أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي من أصول أفريقية أما في كل من نيويورك ونورث كارولاينا فهناك أكثر من مليوني أمريكي أفريقي أما النسبة الأعلى من الأمريكيين اللاتينيين فتتركز في ولاية كاليفورنيا هنا أكثر من خمسة عشر مليون أمريكيين لاتيني أما في تكساس فيعيش أكثر من أحد عشر مليون لاتيني تليهتين الولاياتين من حيث انتشار اللاتينيين فلوريدا ونيويورك وبرتوريكو في كاليفورنيا ونيويورك وتكساس أكبر نسبة من الأمريكيين من أصول أسيوية لزاج الناخبين الملونين يميل عادة إلى المرشحين الديمقراطيين على خلاف الناخبين البيض الذين صوت 57% منهم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب مقابل 37% للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 89% من الأمريكيين الأفارقة صوتوا لكلينتون فيما صوت 8% منهم فقط لترامب أما أصوات الناخبين اللاتينيين والأسياويين فصب ثلثاها لصالح الحزب الديمقراطي أي لصالح كلينتون دكتور باولو أصوات الملونين في أمريكا لمن ذهبت في هذه الانتخابات؟ أو لمن تميل؟ لا نعرف بعد بالنسبة لهذه الانتخابات لم يشري تفصيل الأمر سنكتشف ذلك بعد ظهور نتيشة بالنسبة للتوقعات التي صدرت سابقا فقد أشارت إلى أن سيد بايدن كان يلقى دعما كبير على مستوى الأقليات لسيامة الأمريكيين الأفريقيين ولكنه لم يكن يلقى الدعم مقابل على مستوى الأمريكيين اللاتينيين أو المتأتين من أمريكا اللاتينية وهذه مشكلة حقية بالنسبة إلى حملة بايدن وبالنسبة إلى الاستطلاعات الآسيويون الأمريكيين يميلون إلى تصويت الحزب الديمقراطي لكن حتى الآن ليست صورة واضحة ولا نعرف بعد كيف آلت الأمور لكن ما يمكن أن نحسمه هو أن تصويت في شنوب فلوريدا أظهر أن سيد بايدن كان أدائه سيئا في مناطق المحيطة بميامي حيث تعيش أكثرية من الأمريكيين الكوبيين وذلك يعني أنهم قد صوتوا لترامب لأن ترامب قد اعتمد سياسة حاسمة وصار ما حيال ترامب وكذلك في هذه المناطق يعيش الكثير من الفلوريدين الذين يعتقدون أن ترامب يمكنه أن يساعدهم ليعودوا إلى ديارهم وبالطبع هذا أمر مستبعد إلى حد كبير هذه خيبة حقيقية بالنسبة إلى حملة بايدن حيث أنها لم تبل بلاء حسنا كما كانت التوقع في ولاية فلوريدا في جنوب هذه الولاية تحديدا وهذا ربما يكون قد كلفهم الخسارة منذر كان الضيف الكريم يتحدث عن فلوريدا هنا كما يقول بأن خطاب ترامب في فلوريدا نجح وتحديدا عندما وجه سهامه للحزب المنافس للديمقراطيين ووصفهم بالاشتراكيين يعني فيما يتعلق في احتساب زخم الذين صوتوا من أصول لاتينية أو من الأفارق السود وهل كانت بنسبة مقارنة بنسبة فترة انتصار أوباما وبايدن إن كانت في 2008 أو في 2012 هذا الأمر يحتاج إلى تحليل وتدقيق ولكن نستطيع من نتائج فلوريدا أن نستشف أن التصويت من قبل الذين ينحدرون من أصول لاتينية كان ليس كافيا للحزب الديمقراطي رغم أن الحزب الديمقراطي يدافع عن المهاجرين بصورة أساسية ولكن الكتلة القوية المتماسكة والتاريخية للمعادين لكوبا أو المعادين لشافاز من الفنزوليين وغيرهم يبدو أنها استقرت في فلوريدا وكان هناك نوع من الرعاية لها أكثر من قبل بعض الجماعات وبعض القوى وحتى من احتضان من الحزب الجمهوري ومن هنا بالتأكيد لعبت دورا أساسيا رغم أن المنافسة كانت شديدة وربما كان أداء بايدن أفضل من أداء كلينتون في الولاية بشكل عام ولكنه لم يرتقي إلى المستوى المطلوم أما أريزونا تعطيك الانطباع بأنه كان الأمر مختلفا نفس من أصول لاتينية سنكتشف أنهم صوتوا لصالح بايدن بنسبة وازنة وهم قد يكونوا أحد أسباب تقدم بايدن في أريزونا والفوز بها إذن مشكلة الانتخابات الأمريكية أنها بالفعل تحتاج إلى تحليل وتطقيق أكثر ويمكن أن أضيف مسألة في هذه الانتخابات يبدو أن العنصر الحاسم الذي كان يعتمد عليه بايدن وهو مسألة مجابهة واحتواء كورونا يبدو أنه لم يكن العنصر الحاسم وهذه مفاجأة من المفاجآت علينا أن ندرسها ولكن يمكن القول أن موضوع الاقتصاد والانطباع حول ما يمكن أن يحصل في الاقتصاد كان في عقلية المصوتين رمبا أكثر بالإضافة إلى عوامل أخرى بمعنى أنه لم يكن بالفعل العنصر الكاسح رغم أننا علينا انتظار طبعا الأصوات التي صوتت مكترا وهذه جزئية مهمة جدا لكي نجمل العناصر الأساسية دكتور منذر كان من المتوقع وهذا ما نقله مصادر محيطة بالبيت الأبيض أن يلقي ترامب خطابا قال إنه خطاب فيه روح من التفاؤل حيال النتائج لا نعلم إذا كانت هذه المعلومة دقيقة أم لا نتأكد منكم حول هذا الموضوع ولكن الدقيق والمؤكد أن ترامب قال أنه لم يعد لا خطابة فوز ولا خطابة مغادرة للبيت الأبيض ماذا يعني ذلك؟ هذه طبيعة ترامب التلقائي الذي يتصرف بدون تخطيط مسبق لا شك أنه في أي تجربة انتخابية سابقة الجميع يحضر نفسه بشكل مسبق ويضع كل الاحتمالات ويضع نقاط ويكون دائما عادة خطب الرؤساء والمسؤولين يقدمها مجموعة مختصة وهي فعلا موظفة لهذه العملية كل الخطب يتم التشاور مع الرئيس فيها ولكن يتم إعدادها وبعدها وتنقيحها المؤكد أن بايدن سيلقي كلمة أستطيع أن أتوقع ماذا سيقول في هذه الكلمة بالدرجة الأولى سيشكر كل من أيده وسيقول بأنكم اصبروا قليلا لا يجوز إطلاق الأحكام النهائية وعلينا الانتظار لكي يتم فرز آخر صوت لكي نحكم وعليكم الالتزام بالحضر وعليكم الالتزام بعدم الاستفزاز إلى آخر كل هذه الأمور وسيقول بأن عليكم الجميع أن تخلدوا إلى الراحة من أجل أن تنتظروا استمرار عمليات الفرز هذا توقعي بالمجمل إذا كان بعد كلام بايدن ربما هذا سيحفز على ترامب أن يقول كلمة ما ارتجالية ربما أيضا متوقع ذلك أو أنه هو رئيس التويتر يمكن أن يصدر بعض التويترات لجمهوره وعلى أي حال أنا في الطريق غادرت المكتب وعندما حاولت العودة إلى المكتب كان هناك صعوبات جمة كان هناك البيت الأبيض لأننا قريبين من البيت الأبيض ثكنة عسكرية بمعنى الشاحنات تغلق الطرقات البوليس السري أغلق النفق الذي يؤدي أحد الأنفاق الذي استخدمه عادة القدوم إلى المكتب تم إغلاق كل الشوارع واضطريت إلى أن أقدم بطاقة الصحفية وأتوسل البوليس السري لكي يسمح لي بالدخول وكانوا يمنعون أي شخص من دخول العاصمة والموجود في العاصمة يمكن بقاء وهذا يدل على درجة الشعور بالقلق القائم من إمكانية حدوث أي مواقف سأنقل هذا المشهد إلى وربما لاحقا في الأيام القادمة سأنقل هذا المشهد إلى دكتور باولو فانشيراك ماذا نفهم من تحول البيت الأبيض إلى نوع من ثكنة عسكرية وماذا نفهم من بقاء الرئيس داخل البيت الأبيض فيما كان بايدن يتوسط مناصريه ويواصل الحملة حتى اللحظات الأخيرة نعرف أن البعض عبر عن مخاوفهم بالنسبة إلى إمكانية حصول اترابات شعبية بحسب نتيجات الانتخابات وأن البعض قد يقدمون إلى واشنطن لكي يعيثوا الفوضى ولهذا السبب من بابي الاحتراز جرى إغلاق وسط واشنطن فجرى إغلاق المكاتب والمنشآت من بابي الاحتياط من دون وجود بالطبع أي ضمانة بحصول أعمال شغف أو أعمال عنف لكن نظرا لحصول موجة من العنف سابقا لأسباب عدة ربما كانت قائمة على مسوغات أرقية بعد المقتل المأسوف أو المؤسف لجورج فلويد نعرف أن ذلك أدى إلى الكثير من الإشكالات والإضطرابات في واشنطن العاصمة حيث أقدنوا كذلك بالتالي التدابير الاحترازية المتخذة لا تفاجوني أما بالنسبة إلى ترامب وما الذي يفكر في القيام به الآن من يدري صراحة يميل إلى العمل بطريقة اندفاعية وارتجالية ولا يتبع سياسة ممنهجة لكن يبدو لي حتى الآن أن المرشحين بايدن وترامب في حالة من ترقب والانتظار فالنتائج ليست واضحة وعلى الأرجح لن تتضح الصورة إلا غدا وربما حريم بنا أن ننتظر حتى مساء الغد لتكون النتيجة واضحة ومحسومة نظرا لعدم الانتهاء من تعداد الكثير من الأصوات التي وصلت بالبريد وقد يتطلب الأمر بعد الوقت هذا هو حال الأمر هي انتخابات غير تقليدية لحد كبير وربما هنا أكرم قلته سابقا الأمال الأساسية لمعسكر بايدن بتحقيق فوز كاسح وربما من خلال التشبث بموضوع صوب عليه كل الانتباه بالنسبة إلى جائحة كوفيد ومسألة البطالة يبدو أن هذه الأمال لم تكن ناجحة وإن فاز بايدن ولا نعرف ذلك سيفوز بهامش دقيل وهذا هو الواقع إن فاز وإن لم يفوز عندئذ سيفوز ترامب لكن من جديد لن نشهد بكل حال على نصر كاسح من أي طرف كاف البلد ومنقسم لحد كبير دكتور باولو اسمح لنا بأن ننقل لسادة المشاهدين ولكم عدد من النتائج الأولية في ولايات متأرجحة ثلاث ولايات متأرجحة نتحدث عن أريزونا بداية نسبة الفرز في هذه الولاية 76% بايدن حصل على 53% فيما حصل دونالد ترامب على 45% هذه الولاية أريزونا اسمحوا لي بأن أذكر بنتائج هذه الولاية في انتخابات 2016 حصل الرئيس دونالد ترامب على 48% بينما حصلت هيلري كلينتون وقت ذاك على 44% من أريزونا ننتقل إلى فلوريدا 94% هي نسبة الفرز في هذه الولاية حتى اللحظة بايدن أو ربما ترامب هو متصدر ب51% مقابل 47% لجو بايدن دونالد ترامب فاز في هذه الولاية في انتخابات عام 2016 ب48.6% مقابل 47.6% لهيلري كلينتون الآن ننتقل إلى جورجيا إذن نسبة فرز الأصوات وصلت إلى 74% عدد المندوبين في هذه الولاية 16 مندوبا في الكلية الانتخابية دونالد ترامب أيضا هو متصدر في هذه الولاية 53% و45% لجو بايدن اسمحوا لي بأن أذكر أيضا بنتائج الانتخابات في هذه الولاية في عام 2016 حصل دونالد ترامب على 51.3% مقابل 45% لهيلري كلينتون سيد فانشيراك إذن كيف نفهم هذه النتائج؟ هي تشبه كثيرا ما حصل في عام 2016 كان بايدن يراهن على خسارة ترامب في هذه الولايات ولكن هذا الأمر لم يتحقق حتى اللحظة بالنسبة إلى الحسابات التي قام بها معسكر بايدن من الجيد الفوز في هذه الولايات لكنها ليست إلزامية أي أنه بالنسبة إلى حملة بايدن النقطة المفصلية كانت تتعلق بالفوز بميشيغن وويسكونسن وبانسلفانيا الفوز في هذه الولايات كان كفيلا بإعطاء بايدن القاعدة الكفيلة بفوزه كاليفورنيا ديمقراطية نيويورك كذلك وكل تلك الولايات الأخرى التي أمن الفوز بايدن فيها لم تواجه أي تحدي التحدي الأساسي كان يقضي بعادة أو استعادة تلك الولايات ولو تمكن بايدن أن يعيد إلى مشمال الولايات التي يفوز فيها فلوريدا وكارولينا الشمالية وأوهايو لكان ذلك رائعا ولكنه لم يكن إلزاميا للوصول إلى الرقم السحري 270 صوتا على مستوى الكليا الانتخابية لكن يبدو أن هذا الأمل قد تبدد لا في فلوريدا ولا في أوهايو ربما قد يفوز في كارولينا الشمالية لكن الأمر غير واضح ربما الفوز الواضح حتى الآن ومع ذلك الليلة ستكون طويلة هو فوز بايدن في أريزونيا حيث تمكن الحزب الديمقراطي من قلب الطاولة في أريزونا وهذا أمر هام لكنه ليس حاسما فعدد المنتبين التابع لأريزونا هو 11 لكنه ليس عددا كافيا لقلب النتيجة وبهدف الفوز في انتخابات البيت الأبيض لابد أن يستعيد بايدن الولايات التي هي ديمقراطية في هواها على المستوى التقلودي في المنطقة الشمالية الشرقية يتحدث عن ميشيغين ويسكونسن وبينسلفينيا وفي الوقت رهن لا نعرف كيف ستكون نتيجة نظرا لوجود عدد كبير من الأصوات التي وصلت بالبريد لكن في حال فاشل بايدن باستعادة هذه الولايات الفوز سيكون حالي فترة لا شك في ذلك لأن بايدن لم يتمكن من اكتساب أي أصوات على مستوى المندوبين بشكل جديد من خلال الفوز في ولايات أخرى نرى الأرقام ويبدو الأمر غير مرشح على حد بعيد بالنسبة إلى فلوريدا وتكساس وجورجيا النتيجة تبدو محسومة لصالح ترمب حتى الآن ما أخلى حصول أعجوبة بالتالي الأمل المتبقي لحملة بايدن بالحديث عن الأمل اسمحني أن تقل مجددا إلى زميل منذر سليمان منذر منذ بداية هذه الانتخابات والحديث عن الجدار الأزرق يعنون بذلك هذه الولايات هنا نتحدث عن ميشيغن نتحدث عن بنسلفينيا عن ويسكونسن هل ما زال هناك أمل بأن يعيد بايدن هذا الجدار الأزرق وبالتالي يفوز في هذه الانتخابات هناك احتمال نعم الاحتمال الوارد لأننا لا نعرف بالضبط حجم التصويت لصالح الحزب الديمقراطي بدقة التصويت المبكر الذي تم وهو كان تصويتا كبيرا جدا لأنه إذا أخذنا مقياس ما جرى مثلا في أريزونا يعني يبدو الأمر أنه ليس بعيدا عن بعيد المنال على بايدن ومن هنا نجد أن التحفز حول موضوع السلوك القضائي من قبل حملة ترامب الذي يتحفز خاصا في موضوع بنسلفينيا والمحاولات التي كانت تجري لإلغاء وإبطال والتي يمكن أن تحصل أيضا لإبطال بعض عمليات التصويت أو ممن اقترعوا باعتبارها أنها غير كافية ليست مستلزمة لكل الموجبات الضرورية من التوقيع من غيره أنها تمت في طريقة مختلفة كل هذه الأمور لضافة لذلك أن دائرة البريد تم اتهامها أيضا من قبل أحد القضاة بأنها لم تقم بواجبها بإخلاء كل مستودعاتها من الرسائل التي لها علاقة بالانتخابات إذن الإمكانية واردة يعزز هذا الأمل ليس فقط الاستطلاعات يعزز هذا الأمل أيضا طبيعة التحرك الانتخابي الذي قامت بها حملة بايدن ومقابل الحملة المحمومة في اللحظات الأخيرة من قبل ترامب لا شك أنها ساعدت ولكن تقليديا هذه الولايات لديها توجهات نحو الحزب الديمقراطي وأحيانا تتبدل لنأخذ مثلا ويسكنسين تحديدا أو حتى ميشيغن يعني كان هناك نوع من يظهر فيها كثير من الشخصيات البارزة الليبرالية اليسارية التوجه وبالتالي من هنا يوجد قاعدة صلبة للحزب الديمقراطي في تلك المنطقة ومن هنا علينا أن لا نختم الأمر ونقول أن ترامب قد حسم الأمر وقضي الأمر وأنه هو الذي سيفوز في الانتخابات بشكل واضح وحاسم علينا الانتظار حتى عمليات الفرز بحسب فوكس نيوز الفارق يعني يتقلص بين جو بايدن ودونالد ترامب جو بايدن حاصل حتى اللحظة على 237 نقطة مقابل 210 نقاط لدونالد ترامب الأمر أيضا مشابه قليلا مع أسوشيتد بريس يعني أعطت الأرجحية لفوز بايدن حتى اللحظة ب223 نقطة مقابل 174 لدونالد ترامب وأخيرا مع السي أن أن التي تبدو أكثر حذرا في هذه الانتخابات وتتمهل كثيرا في إصدار الأرقام جو بايدن حاصل على 215 نقطة مقابل 136 نقطة لدونالد ترامب هذا بحسب السي أن أن أعود إليكم دكتور باولو هناك يعني متغيرات كثيرة وسنشهد على هذه المتغيرات تباعا خلال هذا اليوم ولكن الثابت أن نسبة المشاركة استثنائية إذا صح التعبير ماذا تقول لنا نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هذه النسبة الكبيرة خصوصا فيما يخص التصويت المبكر من جهة ذلك يدل على أمر إيجابي فمن الصحي في النظام الديمقراطي أن يصوت الناس وأن يصوت عدد أكبر من السابق هذا أمر جيد لكن من جهة أخرى قد نتحدث عن تفسير متشائم حيال هذا الأمر وهو أن الشعب الأمريكي منقسم وشخصية رئيس ترامب انقسمي على حد كبير ويتمتع ترامب بقاعدة شعبية داعمة بشكل أشبه بالدعم الأصلي وذلك كان واضحا خلال حملته الرئاسية وفي سياق الاستطلاعات التي تطبق بشكل دولي في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتجاوز ترامب يوما نسبة الـ 50% من الأرجحية لكنه من المؤكد أنه يحتفظ بدعم راسخ على مستوى قاعدة شبية لم تتدنى عن عتبة الـ 42% أو الـ 43% وقد يبدو ذلك كبيرا فلابد من أن يحظى الرئيس بصورة منطقية على 50% أو أكثر لكن يبدو أنه ذلك غير ضروري فيمكنه أن يحتفظ بقاعدة راسخة من 43% وأن يقوم باكتساب المزيد بشكل تدريجي نتحدث عن عدد غفير من الناخبين بصورة غير مسبوقة وفي ذلك يذلل على أن الحالة القسامية غير مسبوقة وأن الناس يشعرون بأن هذه الانتخابات تخصهم وهؤلاء الذين يريدون أن يصوتوا لبايدن أو ضد ترامب يشاركون بعدد غفير الأمر سيان بالنسبة إلى الناخبين الداعمة لكن العدد الكبير من الناخبين لا يعكس بالضرورة الالتفاف الجثري في الهوى الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما عدنا في ذاكرة إلى سنوات قديمة وانتخابات أخرى عندما جرى انتخابات رونالد ريجين عام 1980 انقلب بشكل كامل على الجميع وقلب الطاولة وفاز في كل الولايات وفي عام 1984 فاز كذلك في معظم الولايات لكن هكذا فوز كاسح ما عدا يحدث وفي كل انتخابات سيكون هناك فائز وخاسر وفي مرحلة ما سيتم تحديد الأمر ونعرف من يفوز في هذا الانتخابات لكن الفوز لن يكون كاسحا نحن ننتظر الآن كلمة لجو بايدن التي تنقل من وكالة رويترز إذن كلمة لبايدن نستمع إليها لبما نضطر الانتخاب إلى صباح الغد أو حتى أكثر من ذلك لكن نحن متفائلون حيال وضعنا الحالي هذه الحقيقة واليوم أقول لكم أننا نعتقد أننا على المسار الصحيح لنفوز في هذه الانتخابات عرفنا ذلك من النسبة القياسية للتصويت المبكر والتصويت البردي وسيتطلب الأمر بعض الوقت ريثما ينتهي عمل حاصي الأصوات ولابد من أن ننتظر تعداد كل صوت في كل مكتب انتخابي لكننا نشعر بتفائل حيال وضعنا الحالي ونحن واثقون حيال النتيجة في أريزونا والفوز في أريزونا يشكل نقطة تحول ولدينا كذلك تفائل حيال ما يحدث في منسوتا ولا نزال في المنافسة في جورجيا على رغم أننا لم نتوقع ذلك إذن نحن متفائلون جد حيال النتيجة في وسكونسين وميشيغن كذلك وبالمناسبة سيتطلب الأمر بعض الوقت ليكتم إنجاز التعداد في بنسلفانيا لكنها سنفوز ببنسلفانيا والأشقاء في فيلي وفي كل المحلات متفائلون حيال توجه الانتخابات يمكننا أن نعرف النتيجة حتى أو في صباح الغاد لكن قد تطلبوا الأمر بعض الوقت وكما قلت لا يعود لي أو لترامب أن يعلن من يفوز بالانتخابات هو قرر بيد الشعب الأمريكي لكنني متفائل حيال هذه النتيجة أود فالا أن أشكر من صميم القلب كل هؤلاء الذين خارجوا من ديارهم وصواتوا وكريس كونس هني أكى على الفوز هنا في ديلاوير وجون وكل فريق الحاكم قمتم بعمل رائع أنا متفائل وأنا أود أن أثني على كل من شارك في هذا المسار الديمقراطي في كل فريق العمل وأنا ممتن لكل دعمية هنا في ديلاوير وفي كل أنحاء البلاد شكرا لكم ألف مرة ولقد سمعتموني أقول ذلك في السابق في كل مرة أخرج من منزل جادي أشعر بقدر كبير من الفرح من الغبطة وحافظوا على الأمل وكما كانت تقول جدتي دوما حافظوا على الأمل حيا ونابدا في قلوبكم شكرا لكم شكرا شكرا لكم إذن هذه كانت كلمة جو بايدن من ديلاوير مسقط رأسه أعود إليك منذر يعني وكأنه اقتبس ما قلته وتوقعت وصدقت في هذا التوقع فعلا شكرا من صوت له وفعلا طلب منهم الصبر ولكنه تحدث كثيرا عن أريزونا تحدث كثيرا عن بانسلفينيا ماذا نفهم من ذلك أول شيء أحلف لك وأتعهد بأنه لم يتصل به ولم أتصل به لأقدم المشورة حول كلمته هي مجرد توقع بالمقارنة مع حالات وقراءة المشهد السياسي وماذا يتطلب وطريقة تصرف أيضا بايدن وحملته الانتخابية يعني كان ملفت أنه على فكرة سيتم التركيز في الإعلام حوله في اللحظة الأخيرة من كلمته اضطرت زوجته جلي تذكيره بضرورة شكر قادة حملته الانتخابية هذه مسألة قد يركز عليها بعض المغردين للقول بأن حالته الذهنية والعقلية أحيانا يمكن أن سأترك ذلك لدكتور باولو فأعلم أن لديه تعليقا على الموضوع كان ملف نعم يعني لا شك أنه لا يزال يقدم نظرة متفائلة وكأن لديه معلومات ضمنية وكنا نتحدث عن ذلك الحائط الأزرق قال بأنه أنا لدي معلومات خاصة من داخل البنسلفانيا بأنه أنا سأفوز في بنسلفانيا وأيضا ركز على أن أريزونا كانت مفاجأة له إيجابية ولا يزال يمني النفس بإمكانية الفوز ببقية الولايات يعني نتحدث عن ميشيغن وويسكونسن وحتى ذكر أيضا جورجيا طبعا جورجيا يبدو أنه متقدم المرشح الجمهوري ترامب فيها ولكن بالفعل هي معركة يعني يستحق الحزب الديمقراطي التهنئة من قبل أقرانه ومن قبل مؤيديه بسبب أنه فعلا جعلها تدخل في منافسة شديدة طالما أنها تاريخيا لم تدخل في نطاق المنافسة الشديدة إذن هو متفائل في وضعه وقد يدفع ترامب إلى أن يغرد أنا أتوقع وقد لا تصدق توقعاتي بأن ترامب سيغرد أو سيتحدث بل نجهز الهواتف في منذك أيضا يرسل إشارة تفاؤلية نعم تحدثت عن جورجيا وبالحديث عن هذه الولاية بحسب Associated Press مشاهدين الكرام يتقدم ترامب في هذه الولاية بنسبة 53% حتى اللحظة 83% تم فرزها في هذه الولاية التي فيها 16 صوت من الكلية الانتخابية أنتقل إليكم دكتور باولو للتعليق على مقاله بايدن هل تعتقد بأنه متفائل زيادة عن اللزوم؟ لا مفر من أن يقدم خطابة أو مداخلة متفائلة لا أعتقد أنه قد بالغ أكثر من اللزوم قال أنه لا بد أن نكون صابورين وأن ننتظر النتيجة إلى الغد وحتى هو قد يكون متفائلا في هذا الأمر فقد نضطر للانتظار أكثر من ذلك وأسوة بما قاله معالقنا كثر عبر شبكات عدة وكذلك أضيوف اليوم أن تعداد الأصوات عبر التصويت البريدي يشكل عملية مطولة وتتطلب بعض الوقت لسيما بالنسبة إلى فيلدالفيا وبعض المناطق المحيطة بها الأصوات لم تحصى على الإطلاق أو نسبة ضئيلة منها قد جرى إحصائها وهذا يشكل خزانا للأصوات الديمقراطية الكثير من المناطق الحضرية وأشخاص كثر يعيشون هناك وحتى أن عملية تعداد الأصوات لن تبدأ بعد والأمر السيء ينطبق كذلك على فيلجينيا نعم دكتور فاولو بينما تتحدث إلينا غرد فعلا دونالد ترامب وقال we will never let them do it أو لن نسمح لهم بالقيام بذلك لن نسمح لهم بالفوز وأسمع منكم تعليقا على هذا الموضوع دكتور فاولو أسألك عن تغريدة ترامب منذ لحظات وبطبيعة الحال هي ردا على ما قاله بايدن منذ قليل وعلى هذا التفاؤل الذي أظهره بايدن قال ترامب لن نسمح لهم بالفوز أو we will never let them do it لا شك في أن هذا مصطلح غريب والصياح غريب فهذا ربما يثير بعض الشكوك بالنسبة إلى خطة قد تجول في باله بالنسبة ربما إلى عدم تقبله بنتيجة الانتخابات لمجرد خساراته أنا أحل الأمر على هذا النحو لسيما أن ترامب معتاد على استخدام هذا النوع من اللغة الجدالية وحتى المصطلحات الغريبة جدا في تعبيري عن ذاته بحل فائز يفوز لكن ينتقضي الأمر عند هذا الحد لابد من تعداد الأصوات والمرشح الذي يفوز بأكبر قدر من الأصوات هو الفائز وهذا ما يحدث في البلدان الديمقراطية وهذا ما حصل عام 2016 ودعونا لن ننسى أن سيد ترامب قد جار انتخابه عام 2016 بهامشن بناء على الأصوات التي فاز فيها بويسكنسين وبنسلفينيا ومشيكين والتي نتحدث عنها اليوم لكن وقتها فاز بفارق 78 ألف صوتا على مستوى الولايات الثلاث وكان ذلك كافيا ليفوز ولم يطنع حد في حقه بالفوز بالتالي ما الذي يعنيه ترامب عندما يقول لن نسمح لهم لا فكرة لدي لكنه أمر مريب لا شك في ذلك أما ما قاله بايدن فهو بكل بساطة فننتظر لينتهي تعداد الأصوات ويبدو أن هذا هو الموقف المنطقي الذي يجدر بمرشح أن يعتمده في سياق انتخابات محتدم النتجة فيها أما بالنسبة إلى المعنى المحتمل لما يجول في خاطر ترامب أو ما يرنو إليه في هذه التغريدة أنا لست متأكدا وقد اختلق على الأمر ربما إذا قدمنا تخاصيل التغريدة سنفهم ماذا يعنيه ترامب دكتور منذر أنتقل إليكم قال ترامب نحن كبار وهم يحاولون سرقة الانتخابات steal the elections we will never let them do it لن نسمح لهم بذلك وقال votes cannot be cast after the polls are closed ماذا يعني هذا الكلام الرجل مصر بأنه إذا فاز هذا أمر ديمقراطي وإذا خسر هناك سرقة للانتخابات ماذا يعني ذلك نعم تغريدة ترامب تغريدة خطيرة بكل المقيس وهي إعلان على الاستعداد للجوء إلى القضاء ومحاولة إبطال العديد من الأصوات التي قد ترجح الحزب الديمقراطي كان ملفت أن بايدن ذكر لا يحق لي أو لترامب أن يعلن الفوز في هذه الانتخابات هذا يدل على عقلانية واضحة رغم أن قوله أنا واثق من أننا سنفوز ولكنه ذكر ذلك كان على ترامب أن يقول أنا أتفق مع جو بايدن ترامب أن يقول أنا أتفق مع بايدن هذه جملة خطيرة لا في هذه النقطة أمريكا تحتاج إلى نوع من الطمأنة تحتاج إلى نوع من التهدئة لأنه بالفعل في كلمة نستخدمها باللغة العربية زهئنا يعني العالم كله زهئ تعب من طريق التصرف ترامب من تغريداته من تغييراته من مزاجيته فلذلك كان مفترض في هذه اللحظة على رئيس البلاد الذي يفترض أن يكون رئيس كل أمريكا أن يتقدم بموقف لا يبدو كأنه مصارع ملاكمة في الحلبة الملاكمة وأنه هو مستعد للضربة القادية ولن يقبل حتى بالفوز بالنقاط إذن هذه الطريقة ترامب ولكن لننتظر ماذا سيقوله في الكلمة ربما إذا وجه الكلمة ربما سيكون هناك تكرار لنفس هذه التهديدات ولكن ربما سيدخلها بقالب أكثر لياقة لأن بعض المساعدين قد قالوا له بأن هذا قد يساعد في خلق بعض البلبلة لأنك تحرد ربما مؤيديك على البدء باتخاذ خطوات من الآن وهذا عليك أن تنتبه إليه حتى لا تتهم بأنك تشعل النار في البلاد لا نعلم إذا كان سيستمع لهؤلاء دكتور منذر علما بأنه غرد بأنه سيدلي بتصريح الليلة وقال فوز ساحق ومن هنا أعود إليكم دكتور باولو للحديث عن هذا الموضوع يعني يبدو أن المرشحين حسم أمرهما ترامب وبايدن متفائلين ماذا يعني ذلك؟ المشكلة في هذا السياق هي تالية وليس في ذلك أي أمر مستجد فنعرف ذلك من قبل السيد ترامب قال من قبل أن التصويت البريدي يعتبره مزيفا وأن النظام الذي يسمح لناس بأن يصويتوا عبر البريد هو وصفة حقيقية للكارثة أن الناس قد يغشون وقد يصويتون مرتين قد يصويتوا عبر البريد وشخصيا إلى آخره أطلق كل هذه المزعم ولوشود لأدلة تدلل على حصول أمن كهذا في الماضي أو أن اليوم أننا نملك أي معلومات تفيد بوجود مزعم بخرقات من هذا النوع بهدف تزوير الانتخابات لكن لا شك في أن الطعون ستظهر ناسيما في هذه الأيام وبعد احتساب الأصوات الحضورية وأن بدأ ترامب متقدما ومن ثم خلص الأمر إلى خساراته نظرا لإكتساح بايدن على مستوى التصويت البريدي ترامب سيقول أن هذا التصويت ليس مقبولا لأنه قد خضع للتزوير ولا شك في وجود كذلك الكثير من الطعون القضائية لأن الولايات تتابعوا قوانيا مختلفة بالنسبة للأجال المحددة لقبول التصويت البريدي حتى في بنسلفينيا صدرت بعض الأحكام التي أظهرت أنه من الممكن تطبيق استثنان على القانون وأن التصويت يمكنه أن يصل حتى بعد أيام شكرا لك دكتور باولو فانشيراك مدير معحدة السياسات الدولية في واشنطن كنت معنا من هناك الشكر الكبير لكم أيضا دكتور منذر سليمان مدير مكتب الميادين كنت معنا أيضا من العاصمة الأمريكية أنهي هذه الساعة على أن تستكمل أزميلة راميال إبراهيم هذه التغطية أنهيها بحسب الأرقام بايدن متقدم بعد قليل الله أعلم ترجمة نانسي قنقر